موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نادي الصحافة والذي يأتيكم من قناة دي دابليو تيفي من برلين سنتناول في هذه الحلقة الملف السوري والجدل الدائر حول مهمة المراقبين العرب وأيضا التوتر السياسي بين إيران وأمريكا على خلفية تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات إقليمية ودولية ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برلين الصحفي ألبريشت ميتسكا أهلا بك كما ينضم إلينا من بيروت عبر الأقمار الإصطناعية الأديب والصحفي في جريدة السفيرة اللبنانية السيد ناصر الصائغ أهلا بك أيضا شكرا وقبل أن نبدأ النقاش دعونا كالعادة نستعرض بعض ما كتبته الصحافة العربية والعالمية حول هذه المواضيع ونبدأ بالشأن السوري فحول الملف السوري تحديدا دعى طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط إلى إقالة رئيس البعثة العربية لأنه فقد مصداقيته في ظل استمرار أعمال القتل واعتبر حميد أن الحل الأنسب هو تدويل الملف السوري وكتب يقول لا بد من الشروع بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن على أن تعنى بذلك لجنة عربية محددة وليس بالضرورة الجامعة يضاف إليها تركيا على أن تشرع تلك اللجنة في توفير جهد دبلوماسي من روسيا إلى أمريكا مرورا بأوروبا لتوفير قرار أممي أو دولي لتأمين منطقة عازلة للسوريين وفرض حظر طيران في المقابل انتقد عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي إطلاق الأحكام المسبقة والمتسرعة على عمل لجنة المراقبين العرب في سوريا والمطالبة بسحبها وتساءل لماذا كل هذا الهجوم الذي تتعرض له لجنة المراقبين ورئيسها وهي ما زالت في بداية مهمتها فالمنطق يقول بحتمية الانتظار حتى تكمل جولاتها وتقدم تقريرها إلى وزراء الخارجية العرب ثم بعد ذلك يمكن التطرق لمسألة نزاهتها من عدمه أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فتحدثت عن مأزق الجامعة العربية التي تجد نفسها مضطرة للتحقيق في صحة المزاعم بأن بعثة المراقبين أصبحت غطاء لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة على الأراضي السورية وأضافت الصحيفة إذا سحبت بعثة المراقبين من سوريا فإن ذلك سيشكل حرجا للجامعة العربية التي امتدحت من قبل على نطاق واسع على موقفها القوي من انتهاكات النظام السوري في العام الماضي وفي مقال بعنوان تكاذب المعارضة السورية اعتبر داود شريان أن الخلافة بين صفوف المعارضة السورية حول وثيقة الاتفاق أكد عمق الخلاف بينها وكشف حالة من التكاذب تعيشها هذه المعارضة وجاء في المقال الأكيد أن المعارضة السورية في الخارج تعيش مأزقا أخلاقيا هي تدرك أن التدخل الدولي دعوى إلى شرذمة البلد وتدميره لكن سعيها إلى الوصول إلى السلطة يفرض عليها محاكاة نظرائها في العراق وليبيا ويبدو أنها ماضية في هذا الاتجاه وعلى نحو لا تحسد عليه سيد نصري الصيغ بداية نبدأ في الانتقادات الموجهة إلى بعثة المراقبين العرب والاتهامات التي طالت رئيسها على وجه التحديد هل هذه الانتقادات محقة برأيك اللجنة العربية لجنة المراقبين التي أرسلت إلى سوريا أمامها كان امتحان صعب جدا خاصة وأن النواية المبيتة من قبل الطرفين واضحة للعيان فهناك فريق يريد أن يحرج سوريا من خلال المراقبين والتأكيد على أن سوريا تمنع المراقبين وأن المراقبين ربما خضعوا للضغوطات السورية هذا من جهة ومن جهة ثانية النية المبيتة من قبل النظام الذي يريد من هذه فرصة لكسب الوقت فيما يستمر هو في عملياته الأمنية في أكثر من منطقة من المناطق السورية من ما نقول فلننتظر حتى نهار الأحد نهار الأحد هو اليوم الحاسم التقرير الذي سوف تقره وتسجل فيه ملاحظاتها ووقائع ما شاهدته هذه اللجنة هو الذي سوف يحكم عليها علما أن هناك من يستعجل الذهاب مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي أو والشيء الجديد اليوم إلى مجموعة دولية تكون بديلا عن مجلس الأمن الدولي خاصة وأن روسيا والصين يرفض رفضا باتا الإدانة أو التدخل الخارجي لحسب المسألة في سوريا على قاعدة إلغاء هذا النظام أو إجراء تعديلات جذرية فيه وله مخاطر كبيرة على كل الأصعدة إن كان على المستوى السكاني أو على مستوى بنيات النظام أو على مستوى وحدة الشعب والأرض والمؤسسات سيد بيتسكا يعني الإعلام الغربي ينتقد أيضا أداء المراقبين فهل انتقادات الإعلام الغربي مبنية على ما ورد في بعض وسائل الإعلام العربية أم أنها مستمدة من تصريحات السياسيين في أوروبا وأمريكا؟ أعتقد أن هناك تضامن بشكل معين ضمن الإعلام الغربي مع الحركة الثورية في العالم العربي هناك دعم لهذه الثورات هناك أيضا تأييد لما يحصل في سوريا إذن الصحافة تؤيد ثوار ومن هنا يأتي النقد على النقد للعرب أو للمفاتيشين العرب يأتي بناءا على النقد الذي وجهه وجهته المعارضة السورية في نفس الوقت يمكن أن نقول أن الصحافة الأوروبية تريد أن تدعم الثور هناك سيد نصري متابعة للموضوع حضرتك تحدثت عن وجود توجه لإنشاء مجموعة دولية للتعاطي مع الملف السوري دولية دولية للتعاطي مع الملف السوري يعني كيف يمكن أن تعمل مجموعة من هذا النوع؟ هل هو تصرف أحادي أم ماذا؟ أم هو تجاوز لمجلس الأمن؟ كيف يمكن أن تفسلنا ذلك؟ هو تحرك إلى جانب الحركات التي قامت بها وتقوم بها كافة المؤسسات والهيئات الدولية ولكن كل هيئة من هذه الهيئات وصلت إلى الحائط المسدود الجامعة العربية آخر ما أنتجته والمبادرة ومن ثم لجنة المراقبة ومنذ البداية كانت وكأن هذه اللجنة ذاهبة في مهمة فاشلة لم يرد لها النجاح لا النظام يريد أن يساعدها ولا الأنظمة العربية المتشددة تجاه سوريا تريد أن تفتح ذها المجال أو الطريق أو تعطيها ثقة وإن المجلس الأمن وصل أيضا إلى الحائط المسدود بسبب الفيتو السوفيتي والصيني فإذا ما الحل؟ خاصة وأن الأزمة السورية بلغت شهرها العاشر وما زالت تستنزف الكثير من القوى وتستنزف الكثير من الجهود التي لم تثمر بعد لا على مستوى إيجاد حل أمني لأن السوريين لا يستطيعون أن يعملوا حل أمني ولا المعارضة قادرة على أن تزيح هذا النظام من هنا أصبح الجميع بحاجة إلى من يساعدهم في الخارج ولكن هذا الخارج أيضا مقصوم إن كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي من هنا جاءت فكرة تبتداع هيئة دولية جانبية يكون لها تأثير كبير والنفوذ كبير تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبعض أعضاء الجامعة عربية وبعض الدول في العالم النامي والتي تستطيع أن تفرض نوعا من الحلول التي ربما تجد لها طريقة لدى المعارضين في المجتمع الدولي ربما تجد توافقا أو قبولا من المعارضين في المجتمع الدولي ولكن من قبل قوى المجتمع الدولي خاصة الروسيا والصين فهتان الدولتان إلى جانب سوريا ترفضان رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي وهذا التدخل الأجنبي يمكن أن يكون تدخلا متدرجا يتدحرج رويدا رويدا بحيث نصل إلى حرب شاملة وكبيرة جدا ليس على مستوى سوريا وإنما على مستوى المنطقة بكاملها سيد نصري هذه المجموعة الدولية إذا وجدت ما هي طبيعة الحلول التي ممكن أن تطرحها أو أن تقدمها هل هي حلول ذات طابع عسكري ربما إن أي حل على صعيد التدخل من قبل هيئة الأمم المتحدة أو هذه المجموعة الدولية يجب أن يتدرج أيضا من خلال ما يسمى المناطق الأمنية هذه المناطق الأمنية تحتاج إلى دعم لوجستي وعسكري إذا ممرات آمنة أيضا تحتاج إلى دعم لوجستي وعسكري إلى حماية جوية أو إلى ما يسمى حظر الطيران الجوي وهذا يستدعي تدميرا لمنشآت عسكرية صاروخية مطارات لسوريا مما يعني أن أي تدخل غير دبلوماسي له علاقة بالميدان الجغرافي سوف يؤدي إلى تدحرج كرة النار على مستوى سوريا وعلى مستوى المنطقة بكاملها وهذه الخطورة التي تحذر منها الكثير من القوى والتي تحاول أن تمارس ضغطا بحجة قدرتنا على التدخل العسكري ولكن المهم هو إخضاع الجميع للوصول إلى حل داخلي والذي لم يرى النور بأي عنوان من عنويني حتى الآن لا من قبل المعارضة من جهة طالب التدخل للدولي ولا من جهة النظام الذي يصير على القبضة الأمنية مع كسب الوقت باستمرار بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ نصري هناك دعوات لتدويل الموضوع ذهاب إلى مجلس الأمن أو ما شابه هالمعارضة تطالب بتدخل دولي معارضة سوريا تحديدا هل طبيعة التدخل هل الغرب مستعد للتدخل من هذا النوع هل أوروبا قادرة في ظل الأزمة الاقتصادية هل أمريكا قادرة على عتبة الانتخابات الرئاسية وفرنسا أيضا لديها انتخابات رئاسية كيف ترى المشهد أعتقد أن الأمر لا يبدو كذلك هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا تخففت من توجهاتها العسكرية في الشرق الأوسط لقد خضت حربا في أفغانستان وما زالت هناك خضت حربا في العراق تدخلت في ليبيا إذن أعتقد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا أوروبا وحدها لن تفعل ذلك من هنا لا أرى أن هناك أي استعداد للتدخل العسكري ولكن كما قال زميلي من بيروت الصين وروسيا لديهم مصالح كبيرة في سوريا هناك ميناء ترطوس وهناك قادة عسكرية روسية هناك إذن المقاومة الروسية لتدخل خارجي سيكون أكبر بكثير من معارضها لتدخل في ليبيا ولا أعتقد أنه سيستطيع أي قوة أن تعارض الإرادة الروسية كما أن سوريا لا يمكن إسقاطها بسرعة عسكريا كما حصل في ليبيا في شرق ليبيا كان هناك منطقة محظورة ومحررة ولكن في سوريا هذا الشيء غير قائم لربما بعض المناطق الصغيرة في حمص ولكن لا يوجد منطقة جغرافية واسعة يمكن أن يتم الدعم من خلالها أو منها لذلك أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن يحصل تدخل خارجي الجيش السوري هو أيضا أقوى من نظيره الليبي وأعتقد أن أي حرب ستؤدي أيضا إلى مقتل الأوروبيين ولكن لا أحد يريد ذلك حاليا سيد نصري داود شريان كتب في صحيفة الحياة أن المعارضة بتنوعاتها وتنقضاتها الكثيرة وما إلى ذلك تعيش حال التكاذب فهل تعتقد أن هذا حقيقي أو صحيح هذا التوصيف إلى حد ما لا أريد أن أسمي أو أطلق حكما قيميا على الأشياء تكاذب أو المسألة الأخلاقية أريد أن أقول أن هناك خلافات كبيرة في وجهات النظر فمعظم أركان المعارضة في الداخل ضد التدخل الأجنبي أركان المعارضة في الخارج تسير بسرعة مجنونة من أجل استجلاب التدخل الخارجي وهذا خلاف كبير هو أكبر من التكاذب الأمر الثاني الاتفاق على حدود دنيا ليس ميسورا اليوم ليس بسبب وأتحدث هذا بانطلاقا من معلومات وليس من تحليلات ليس بسبب خلاف وجهة النظر بل لأن القوى لأن المعارضة التي في الخارج ليست سيدة قرارها بل هي تتأثر كثيرا بالضغوطات الدولية وخاصة للضغوطات الأمريكية والتركية والفرنسية بشكل محدد إضافة إلى بعض القوى الإقليمية العربية من هنا نقول أن هناك فارقا كبيرا بين معارضة في الخارج تريد أن تستدعي باستمرار التدخل الخارجي وبين معارضة في الداخل تعرف الأكلاف والأثمان الكبيرة والباهظة على مستوى البنية التحتية الكاملة لسوريا وما يمكن أن ينتج عنه من تدمير للقوى العسكرية بحيث أن ما يصير في جيش بسوريا وأكثر من ذلك سيكون ذلك استدعاء لقوى إقليمية جدية جدا وقوية جدا برهنت على أنها تستطيع أن تكسب الحرب حتى ولو تمتخضها وأقصد بذلك إيران فإيران كسبت الحرب في العراق مع أنها لم تطلق رصاصة واحدة وإنها ستكسب الحرب في أفغانستان مع أنها لم تتدخل هناك بأي جندي مما يعني أن هذا الذي هو قريب منها والذي كان ضدها كسبت فيه فكيف إذا كان حليفها الاستراتيجي العميق منذ واحد وثلاثين عاما هو إلى جانبها وأعني بذلك سوريا إن إيران لا تقف مكتوفة اليدين على الإطلاق إذا أي تدخل خارجي من هنا تلك المناورات التي في الإغفاء في مديق هرمز هي رسالة مزوجة واحدة حول العقوبات وأخرى من أجل حماية النظام السوري سأنتقل مباشرة سيد نصري إلى الملف الإيراني الذي هو مرتبط بشكل كبير بالملف السوري فقد ذكرت صحيفة ديفيلت الألمانية أن تهديدات إيران بإغلاق مديق هرمز تعبيرا عن مدى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها طهران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وقالت الصحيفة إن التهديدات الإيرانية مجرد حلقة جديدة من حلقات دعاية التخويف التي تمارسها طهران في العلاقات العامة منذ عقود وما تكرارها الآن بهذه القوة سوى دليل على أن عقوبات الأمم المتحدة ضد برنامجها النووي قد أتت أكلها من جانبها اعتبرت صحيفة الرياض السعودية أن إيران تلعب بالنار وتتصرف وفق منطق انتحاري بإطلاقها هذه التهديدات النارية التي تهدد المصالح الأمريكية والبريطانية ومصالح منطقة الخليج أيضا وقالت القوى العالمية من الدول الفارطة كالولايات المتحدة أو بريطانيا وغيرهما لن تسمح بوجود عود ثقاب بجانب النفط العالمي في منطقة الخليج فهي منطقة تهم العالم كله وتهم المنطقة كلها ولذلك فدول الخليج سيكون لها موقف صارم تجاه الأطماع الإيرانية في المنطقة وبخصوص المناورات العسكرية الأخيرة للبحرية الإيرانية في المياه الدولية في منطقة الخليج والتي اعتبرتها المصادر الأمريكية تهديداً للمنطقة كتب سمير كرم في صحيفة السفير اللبنانية الملاحظ أن الولايات المتحدة تعطي لنفسها الحق في أن يكون لها وجود عسكري ضخم بحري وجوي في مياه منطقة الخليج قريباً من إيران وسفنها ومياهها وقواعدها وأراضيها بينما تريد أن تحرم إيران من المناورات التدريبية وغير التدريبية التي ترمي إلى تأكيد قدرتها على التصدي لتهديدات إسرائيل وأمريكا التي لا تنقطع أبداً سيد ميتسكا هل صحيح ما ورد في مجلة أو صحيفة ديفيلت الألمانية أن التهديدات الإيرانية مجرد تهديدات كلامية تهدفوا للضغط ربما أو للتخويف الصحيح على أي حال أن إيران تلاحظ وتشعر بأن العقوبات تؤثر بها ومن هنا بدأت بتحذير الأمريكان بأنها ستغلق مثلاً مضيق هرمز أو أنها ستضرب بعض المصالح الأمريكية وهذا دليل على أن العقوبات بدأت تؤثر على الحكم في إيران مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنجز عقوبات اقتصادية على إيران كأن تمنع المصارف الأمريكية بالتعامل مع بنك النقد الإيراني وهذا سيسبب مشاكل كبيرة لإيران ولكني لا أعتقد أن إيران ستضرب أي أسطول أمريكي في الخليج لأن إيران ستخسر معركة من هذا النوع وأعتقد أنها فقط تضرب تقرع طبول الحرب لتبين أنها قوية لتخيف ولا ربما تتمنى أن تذعن الولايات المتحدة الأمريكية لما تريده إيران نعم سيد نصري الصحيفة أو الصحف تحدثت عن صحيفة طريقات تحديداً تحدثت عن أن أمريكا لن ترضى بوجود عود ثقاب بالقرب من النفط في الخليج فأليست التهديدات أو ارتفاع حدة اللهجة بين أمريكا وإيران هي عود ثقاب بحد ذاته؟ للأسف الشديد أن منابع النفط في الخليج موجود قربها مجموعة من القنابل الموقوطة التي تنفجر بين سنة وسنة بين فصل وفصل هذه المنطقة ملتهبة وحد آبار النفط وحد الممرات المائية للبترول الذي يعبر عبر مضيق هرمز إلى كل أنحاء العالم لا بش مسألة نفط أنا أوافق الزميل على أن هذا ضغط يمارس في مواجهة ضغط لأن إيران اعتادت على أن في كل مرة عقوبات تستطيع أن تجري بعض المناورات الداخلية وبعض الإجراءات الميدانية العملية لكي تستوعب هذه الضغوطات التي تمارس عليها وهذه العقوبات ولكنها لأول مرة تشعر أن أحد أهم العقوبات التي يمكن أن يمارسها الغرب بوجهها قد يخنقها خنقا كاملا ولذلك خرجت بالسلاح كلاما ولا يمنع أبدا أن تغلق مضيق هرمز إذا كان النفط الإيراني سوف يغلق في وجه الأسواق العالمية هذا فرق بين الضغوطات الأخرى اللي هي ضغوطات مالية وحصار تعودت عليه سرى 31 سنة وبين عملية الخنق عملية الخنق هي وجود إيران النظام السياسي الحالي مهدد بالكامل وهذا ما لا تقبل به ولذلك خرجت بقواتها وتقول أنا هنا وأستطيع أن أغلق مضيق هرمز الذي سيدركم أكثر مما يدرنا والضرر سوف يكون للجميع لا ليس فقط كلام لأن هذا تدرج هل يعني ذلك أن الحرب ستقع ليس بالضرورة ولكن الآخرين يبدأون بعد عن تنازل للضغوطات ربما ينصحهم أحد أو تنصحهم مصالحهم بأن يعيدوا حساباتهم ويفتحوا ولو لمرة حوارا جديا مع إيران لإيجاد حلول سياسية لهذه المنطقة الملتهبة سيد نصري في نفس السياق هل تعتبر صفقات الأسلحة الأمريكية مع السعودية والإمارات هي مجرد رسائل في إطار ما ذكرته حضرتك أم أنها بدء استعدادات لحرب قادمة المنطقة العربية هي ليست منطقة محاربة وإنما هي ممر ومناطق عبور للقوى العسكرية العالمية والغربية التي يمكن أن تحارب تماما كما فعلت مرتين مرة عند تحرير الكويت ومرة عندما غزت العراق الأراضي العربية أراضي انطلاق للآلة العسكرية الكبيرة هذه الأسلحة كما قال كثيرون من النواب وعضاء الكونغرس الأمريكي هي لتشغيل مصانع الأسلحة الأمريكية 11 مليار ومن ثم 2 مليار ومن ثم 6 مليار مما يعني هذا قليل من الأكسجين الذي تحتاجه عمليات التصنيع السلاحية في الأزمة التي تعيشها في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد الذي يعيشه هم بحاجة إلى هذه الأموال وليست المرة الأولى التي يصبح فيها العالم العربي مخزن لأسلحة غير صالحة للاستعمال على الإطلاق ولم تستعمل حتى الآن ولا بأي حرب من الحروب استعملت حتى من الحروب اللي كانت معها اللي كانت أمريكا عملة بتخوضها إلى جانب بريطانيا خاصة في العراق وفي أفغانستان نعم نعم سيد بيتسكا يعني كيف يمكن العمل على سحب فتائل التفجير من منطقة الخليج وهل استنفذت الحلول السلمية باتجاه أزمة الملف النووي الإيراني أو ما شابه وكيف ترى ذلك العقوبات هي في الواقع يعني معمليات سلمية من هنا ما زال هناك إمكانيات سلمية لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم ولكني متشائم لأن إسرائيل لديها الإرادة القوية لضرب إيران في السنوات القادمة على الأقل إسرائيل لا تريد أن تصبح إيران قوة نووية في المنطقة وإذا حصل ذلك ستشتعل المنطقة إذن إسرائيل لديها الاستعداد وعازمة بالفعل ليس بالكلام على ضرب إيران إذا كان هناك قوة نووية إيرانية في المنطقة إذا نظرنا الآن إلى المرشحين الجمهوريين في أمريكا نسمع منهم أنهم يريدون القيام بحرب ضد إيران هما يعلون بالصوت يرفعون بصوتهم في هذا الاتجاه ولكني أعتقد رغم ذلك أنه يمكن أن نجد حلا سلميا لهذا النزاع إذا توقفت إيران مثلا عن تخصيب اليورانيوم نعم سيد دصري سؤال لو سمحت يعني كما شاهدنا أو تابعنا الآن هناك ترابط متين جدا بين الملفين الإيراني والسوري وبعض الصحف تحدثت عن أن هناك توجه ربما لشغل كل دولة من هتين الدولتين بمشاغلها الخاصة واحدة باللف النووي واحدة بالاحتجاجات وما إلى ذلك ربما لتصبح هناك قدرة على مواجهة كل دولة على حدة لإعادة ترتيب الشرق الأوسط أمريكيا كما تقول الصحف فما رأيك في هذا السيناريو أظن أن الأفول الأمريكي عن المنطقة بالمشاريع الكبرى آن أوانه فخلال عشر سنوات أثبت الأمريكيون أنهم أبطال في ممارسة الفشل تل والفشل والدليل على ذلك حرب تموز على لبنان الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنت عنه من خلال منصة الحرب عدوان تموز على لبنان حرب العراق ومن ثم أفغانستان وهناك مجموعة كبيرة من الخطط التي تم تأقريبا إلغاؤها لأنها كانت تعتمد على أنظمة ديكتاتورية صديقة وتوافق للولايات المتحدة على كل شيء الذي يحصل الآن أن هناك شرقا أوسط جديد يتم بنائه من داخله أولا إن كان على مستوى الثورات العربية أو من خلال صمود كثير من الأنظمة التي تواجه لولايات المتحدة ولا تريد أن تكون لعبة طيعة في الأجندة الأمريكية أو نص في أجندة أمريكية الأمر الأساسي هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمارس نوعا من الانسحاب الذي يجب أن تدفع ثمنه دول معينة وهذه الدول بالأساس هي إيران لأنها كانت الفاعل الأساسي في إفشال مخططاتها إن في لبنان معاقب العلاقة إيران بحزب الله أو في سوريا من خلال التحالف استراتيجي أو في العراق لأن الذي كسب الأرض بعدما كنس كل شيء الأمريكي جواً وبرًا الذي كسب الأرض في كثير من المناطق هو إيران فما هو هذا الشرق الأوسط للجديد الذي تقصر فيه لولايات المتحدة الأمريكية نفوذها وعضلها وقواتها العسكرية وبالتالي تسحب لها تسحب لها إيران انتهى وقتنا سيد نصري انتهى وقتنا للأسف شديد أشكرك لوجودك معنا أشكر سيد نصري الصيغ من بيروت وأشكر السيد ألبرش ماتسكا الذي كان معنا في الستوديو مشاهدين الكرام النقاش حول هذه المواضيع متواصل على صفحتنا على الفيس بوك لدابليو آرابيك يمكنكم مشاركة وإبداء الرأي إلى اللقاء اشتركوا في القناة